أكد رئيس الوزراء القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن من جاسم ألثان أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة وصلت لطريق مسدود مشيرا إلى أن عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية أعادت الأمور للوراء وشدد رئيس الوزراء القطري على أهمية وجود حكومة فلسطينية واحدة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بناء على توافق فلسطيني مشيرا إلى الدوحة أنها ستواصل الوساطة بين إسرائيل وحماس لتوصل الاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع